موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بابرز العنوين موسيقى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة علماء اليمن لائحة الخمس باطلة شرعا ودستوريا وسعي لتجريف الهوية اليمنية موسيقى الجيش الوطني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بمدرية نهم شرق صنعاء موسيقى 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 قوات الجيش بالضالع تصده يومين حوثيين في بابغلق والفاخر وتكبدهم خسائر كبيرة موسيقى موسيقى وتشاهدون في الاخبار المحلية ايضا موسيقى وصول مائة واربعة واربعين راكبا من العالقين بمصر الى مطار سيئون ووصول سادس رحلة للعالقين في الامارات لمطار ريان موسيقى موسيقى مستشفى المصراخ الريفي بمحافظة تعز يواصل تقديم الخدمات رغم نقص الامكانيات موسيقى موسيقى من العنوين الى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومؤساة الى الشيخ عبدالله حسن النخعي وشيخ سعيد صالح حسن النخعي وكافة آل النخعي بوفاة الشيخ صالح حسن النخعي واشد فخامة الرئيس في برقيته الى منقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الاجتماعية واصلاح ذات البين معبرا عن خالص العزاء والمؤساة بهذا المصاب الاليم وابتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومؤساة في وفاة المناظر لالعميد محمد راشد الحربي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني واشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها الى توفيق وعزيز وصخر الحرب وكافة آل الحرب لمنقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية في مختلف المناصب العسكرية التي تقلدها وعبر نائب الرئيس في البرقية عن اصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيد سيلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة في وفاة امين سر القيادة المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر اليمن المناضل امين احمد عون بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية وخدمة الوطن واشد البركاني في البرقية التي بعثها لأسرة الفقيد ولقيادة وقواعد واعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمناقب الفقيد وادواره الوطنية التي لعبها خلال فترة حياته منوها بمواقف الفقيد الوطنية ومواقفه الداعمة للشرعية الدستورية وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي وصادق المؤساة بهذا المصاب الاليم مبتهلا الى الله العلي العظيم ان يتغمده بواسع الرحمة وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان قالت هيئة رئاسة مجلس النواب انما اقدمت عليه ميليشيات الحث الانقلابية باعلان قواعد واجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى الخمس لصالح من اسمتهم بني هاشم يعد سلوكا عنصريا ممنهجا وامتهانا للشعب اليمني وخرقا فاضحا لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العرقي واضفت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية سبا نسخة منه يعد مجلس النواب كلما صدر عن تلك الجماعة وبأي تسمية كانت معدوما ولا قيمة له وعمل اجرامي تستحق العقاب عليه لان ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة والتي لا يراد منها الا استكمال اخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة والانسانية والمواطنة المتساوية للعودة بالوطن للعهد الامامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني من جانب اخر اعتبرت هيئة علماء اليمن ان ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن ميليشيا الحوث الانقلابية باطلة لافتقادها الشرعية وصدورها عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية وقالت الهيئة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الانباء اليمنية سبأ نسخة منه ان اللائحة المزعومة هذه تتصادم مع نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية ولا اصل لها في كتاب الله وسنة رسوله الكريم واضفت تلك اللائحة ذريعة لنهب اموال الشعب اليمني بنسبة 20% من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية وغيرها تحت مسمى الخمس مشيرة الى ان اللائحة هي جزء من سياسات الميليشيات الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية وفي مقدمتها التشريعات والقوانين النافذة اقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المسجد في اجتماعها برئاسة الرئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك اقرت عددا من المعالجات لبدء اجلاء المواطنين العالقين في الهند وجدولت الراحلات ابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري مع الالتزام باجراء الفحوصات المعتمدة لضمان خلو المسافرين من الفيروس واجرت اللجنة تقييما لمستوى الانجاز في اعادة العالقين من الاردن ومصر وجيبوت والسعودية وغيرها وما تم انجازه وفق البروتوكول المعتمد والمقر لاجلاء المواطنين العالقين في الخارج ونوهت بالجهود المبذولة في هذا الجانب سواء من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والسلطات المعنية في الدول او في المنافذ البرية والبحرية والجوية وما تبذله الطواقم الطبية من جهود مضاعفة لتطبيق الاجراءات الصحية والاحترازية واستردت اللجنة تقاريرا حول بعض الاشكالات التي حدثت في تسيير الرحلات اعادة العالقين واعتمدت عددا من الاجراءات والقرارات لتجاوزها وعدم تكرارها بما في ذلك الشهادات الصحية والفحوصات خاصة في المنافذ البرية وكيفية تعزيزها ووجهت اللجنة رسالة شكر وتقدير للكوادر الطبية والعاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية على ما يبذلونه من جهود استثنائية لتنفيذ الاجراءات الصحية والاحترازية مؤكدة على توفير مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية للعاملين وحوافز مالية لهم واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر بعوم حول التجهيزات التي تم توزيعها للمحافظات وبتمويل حكومي ضمن الجهود المستمرة للمواجهة وباء كورونا وفقا لإمكانات المتاحة مشيرين إلى توفير دعم طارئ لمكتب الصحة بالضالع وتوفير عدد من استوانات الاكسوجين وتوزيعها على المحافظات حسب الاحتياجات كما استعرض آخر الإحصاءات حول حالات الإصابة والاجتباه بفيروس كورونا والمخاطر جراء استمرار ميليشيات الحوث الإنقلابية في التكتم على حالات الوباء في مناطق سيطرتها بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن بحث إمكانية تقديم الدعم الفني المباشر للحكومة في مجال تعزيز بناء القدرات للوزارات المعنية بالجوانب الاقتصادية والمالية للمساهمة في الإعداد والتخطيط والبرمجة لعملية التعافي وإعادة الإعمار والتنسيق مع المانحين وإعداد الموازنة وإدارة الحسابات الحكومية واستعرض الوزير العوج خلال الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي استعرضوا جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة عبر بعض المؤسسات الدولية ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذها والتي تحسن من فعالية مشاريع البنك وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتطرق وزير التخطيط لأهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وتشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة مؤكدا على أهمية دعم الحكومة والمساهمة في تخفيف عبء الديون الخارجية ومن أهمها الالتزامات الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمية وذلك من خلال مبادرة تعليق الديون الخارجية التي قدمتها مجموعة العشرين خصوصا في الظروف الحالية وما يصاحبها من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب وتفشي وباء كورونا المسجد كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط وثمن وزير التخطيط دعم البنك الدولي المالي والفنية المتواصل لليمن ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي ومن جانبها أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي استمرار تقديم الدعم لمشاريع التنمية في اليمن مجددا حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية حذر وزير الاعلام معمر الرياني من خطورة الاوضاع التي يعانيها اطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وذلك في اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال وقال وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبا في اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال نتذكر عشرات الالاف من الاطفال اليمنيين الذين استذريتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم ومن مقاعد دراستهم واحيائهم وغسلت ادمغتهم بالافكار الطائفية الارهابية الدخيلة على الشعب اليمني واخضعتهم لدورات عسكرية وزجت بهم في جبهات القتال خدمة للنظام ايران واوضح الارياني ان اطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات ادفعون ثمنا باهضا منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وترد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية واصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات واشل للقطاع الخاص وارتفاع الاسعار واشر الارياني الى ان مئات الاطفال من اطفال اليمن هم ضحية لاكبر عملية تجريف تنفذها الميليشيات الحوثية للقطاع التعليمي منذ الانقلاب ضمن مخطط واضح لدفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة للالتحاق بجبهات القتال وتجهيل المجتمع وافساده ومسخ هويته الوطنية والقومية وخلق جيل من المؤدلجين بالافكار الارهابية المتطرفة وطالب الارياني المجتمع الدولي بادراك حقيقة ما تتعرض له الطفولة في اليمن من جرائم وانتهاكات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والضغط على الميليشيات لوقف استغلال الاطفال في الاعمال القتالية والزج بهم في محارق الموت ومسندة جهود الحكومة لحمايتهم وتمكينهم من الحياة بشكل طبيعي كباقي نظرائهم في العالم اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا حيث تم تسجيل احدى واربعين حالة اصابة جديدة مؤكدة بينها حالتي وفاة وذلك في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وقالت اللجنة انه تم تسجيل تسعة عشر حالة اصابة جديدة في عدن ما يرفع عدد الحالات المصابة في محافظة عدن الى مائة وستة وثمانين حالة اصابة بينها خمسة وفيات كما تم تسجيل احدى عشرة حالة اصابة جديدة بينها حالتي وفاة في تعز ما يرفع من عدد الاصابات في محافظة تعز الى مائة وستة واربعين حالة اصابة بينها اربع وثلاثون حالة وفاة كما اعلنت اللجنة تسجيل اربع حالات اصابة جديدة في لحج وكذا تسجيل اربع حالات شفاء وتعافي لتصل بذلك عدد الحالات المسجلة في محافظة لحج الى اربعة وسبعين حالة اصابة بينها اثنتان وعشرون حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي عشر حالات للتعافي والشفاء كما تم تسجيل سبع حالات إصابة جديدة في الضالع بالإضافة إلى حالة وفاة معلن عنها مسبقا وسجلت الضالع كذلك حالة تعافي تعد هي حالة التعافي الأولى في المحافظة الأمر الذي يرفع عدد الحالات في محافظة الضالع إلى ثلاثون حالة إصابة مسجلة بينها ثمان حالات وفاة وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات التراكمية المؤكدة المصابة في فيروس كورونا في بلادنا منذ العاشر من شهر إبريل إلى ستمائة واثنتان وثلاثون حالة إصابة مؤكدة بينها مائة وتسعة وثلاثون حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي ثمانية وعشرون حالة تعافي حتى الآن هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية أما عالميا فقد بلغت حالات الإصابة بفايروس كورونا ما يزيد عن سبعة ملايين وثمانمائة ألف حالة إصابة فيما تجاوزت الوفيات أربعمائة وثلاثون ألف حالة وبلغت حالات التعافي ما يزيد عن أربعة ملايين حالة شفاء وتعاف أدان البنك المركزي اليمني قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في العاصمة المواقعة عدن وأوضح البنك المركزي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبعة نسخة منه بأن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته التي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن وحضر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات محملا مرتكبها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقد الروك تورك المالك إن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوسية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء وأضاف العقيد المالكي في تصريح تنشرته وكالة الأنباء السعودية واس نتج عن ذلك الاستهداف إصابة بعض المدنيين في مدينة نجران بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شضايا الصاروخ الباليستي أشار المالكي لاستمرار محاولات الميليشيات الحوسية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي والإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة موضحا أنه بلغ مجموعة الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوسية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها 312 صاروخا باليستيا وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ميدنيا سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوسي الإنقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مديرية نهم شرق صنعاء وقال مصر العسكري أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع من ميليشيات الحوسي إلى إحدى الشعاب في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وأطبقت عليها الحصار من جميع الجهات قبل أن تدفع الميليشيات بتعزيزات لمحاولة فك الحسي مشيرا إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات الميليشيات بعدة غارات ما أدى لتدميرها بالكامل وأضف أن أبطال الجيش تمكنوا من القضاء على المجاميع الحوسية المتسللة ويقدر عددهم بالعشرات فيما تمكنت مدفعية الجيش وطيران التحالف من تدمير نحو 12 طقما وخمس عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى صدت وحدات من اللواء 30 مدرع هجومين منفصلين في جبهة باب غلق شمال غرب محافظة الظالع وأكد مصدر عسكريا وحدات من اللواء 30 مدرع صدت هجومين منفصلين لميليشيات الحوثي وبأن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة باب غلق شمال الفاخر غربي مدرية قاطبة كما صدت وحدات من اللواء 30 مدرع هجوما حوثيا على قطاع الفاخر بعد محاولة الميليشيات الدفع بعناصرها تحت غطاء ناري كثيف ما أسفر عن تكبيل الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتادي والأرواح أعلن الجيش الوطني الحاق خسائر فادحة بميليشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف العربية على مواقع ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة وفادت مصادر عسكرية أن طائرات التحالف العربي شن ثلاث غارات على مواقع للحوثيين في حجة توزعت على منطقة بني حسن في مدرية عبس وغارة على مدرية حيران وأخرى على مدرية مستبأ شمال غرب حجة أضافت المصادر أن الغارات أسفرأت عن سقوط قتلى وجرح من عناصر الحوثيين وتدمير مدافع وأطقم عسكرية وآلية قتالية في الحديدة أصيبت امرأة موسنة إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منازل المواطنين في مدينة تحيط جنوب محافظة الحديدة وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيات قصفت منازل المواطنين في التحيط ما أسفر عن إصابة امرأة موسنة تدعى روقية سليمان أحمد أهيف تبلغ من العمر ثمانين عاما بشضايا قذيفة هون اخترقت منزلها وذكر المركز أن الميليشيات تستهدف الأحياء السكنية راح ضحية قصفها الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال أصيب طفلين بجروح خطيرة من أبناء مديرية المصلوب بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بمحافظة الجوف وذكرت مصادر محلية أن لغما زرعته ميليشيات الحوثي انفجر بالطفلين أحمد محمد مبخوت مسعد ومطلق علي محمد مسعد من أبناء مديرية المصلوب أثناء رعيهم للأغنام في منطقة قويحش بمديرية الغيل مزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل أخبارنا المحلية نبدأها من سيئون فقد وصلت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضر موت الرحلة الجوية الثالثة لشركة طيران اليمنية القادمة من جمهورية مصر العربية وعلى متنها 144 راكبا من العالقين اليمنيين وقال مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير جرى تأكد من قبل الأطقم الصحية والعاملين المختصين بالمطار من تعبئة الشهادات الصحية التي تؤكد خلو الركاب من الإصابة بوباء كورونا التي يحملونها قبل صعودهم الطائرة وفقا لبروتوكول نقل العالقين الذي بموجبه تتم عملية نقل العالقين اليمنيين وأضاف بكثير قامت الأطقم المتخصة بتعقيم الركاب وعفشهم بالمعاقمات الخاصة وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بموجبها في هذه العملية كما قامت تلك الأطقم بتوجيه الركاب إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى محافظاتهم مباشرة بحسب الاتفاق الجاري بهذا الخصوص مع السلطات المركزية والمحلية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا كما وصلت إلى مطار ريان الدولي بمدينة المكلة محافظة حضرموت الرحلة الجوية السادسة لنقل اليمنيين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها 155 راكبا بعد إجراء فحوصات البي سي آر لهم لتأكيد سلامتهم من فيروس كورونا وتأتي هذه الرحلات الإنسانية المجانية ضمن الدعم الإماراتي وبمتابعة السفارة اليمنية في أبوظبي ممثلة بالسفير فهد دال منهالي ووفقا للبروتوكولات المحددة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا مستشفى المصراء الخريفي بتعز خدمات متواصلة ونقص في الإمكانيات لاستقبال مرضى كوفيد 19 بالإضافة إلى نشاط مجتمعي للنظافة في الشوارع والسوق بنجد قسيم تفاصيل بالتقرير الذي عدته زميلا عام خالد مستشفى المصراء الخريفي يعمل بطاقة استيعابية كاملة وبحسب إمكانيات المديرية في استقبال مرضى الحميات بشكل عام ومرضى فيروس الكورونا إنما يحتاج دعم كافي وخصوصا أن مديرية المصراخ تعاني من تفشي كوفيد 19 بشكل كبير الحميات موجودة في مدير المصراخ ونحن نواجه حالات كثيرة معنا حالات حميات كثيرة طبعا في حالات توفت لمديرية حوالي 18 حالة متوفية كورونا من المستقل الذي هو اشتباه في معنا سمن حالات مؤكدة بالمختبر المركزي اللي جاءت من المختبر المركزي سمن حالات مؤكدة طبعا نجعل الفحوصة حقه البعض هم الآن فيوا بالبيوت وسجارين طلعوا يقولوا أنهم بيعملهم إبر الرحمة خايفين من إبر الرحمة ما الذي يقول لهم المستشفى يتعامل بإمكانية البسيطة لا يوجد معنا أي جهزة طبية خاصة بكورونا مثل جهاز بي سي آر جهزة حرارة أدوية لهذه الأمراض لا يوجد لباس واقي للكاذر لا يوجد لباس واقي للكاذر لا يوجد لباس واقي للكاذر نحن نواقه حالات الموت بأيدينا لكن نحن بأيدينا لا نطلق المريض طبعا نحن الحالة تصل عندنا أختي العزيزة الذي تشتبه نتم إحالة الحالة إلى رسم العزب تحت شعار صحتي في نظافتي أقيمة حملة نظافة وتطهيل لسوق النقد قصيم وذلك ضمن الوقاية من فيروس كورونا وتنفيذ مؤسسة الود التنموية كجهد مجتمعي للمساعدة في الحد من فيروس كورونا بالمديرية تشت طبعا لحملة نظافة تحت شعار صحتي في نظافتي ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مؤسسة الود التنموية تقوم بهذه المبادرة لحفاظا للمجتمع المحلي هنا في مديرية المسراخ المديرة المبوءة الآن المديرة المبوءة على مستوى اليمن فهذه مبادرة من منظمة الود التنموية لإسهام في الحفاظ على صحة البيئة وتستمر طبعا هذه الآن كانت معنا معدة مشاريع طبعا من ضمنها كانت مشروع تدريب وبناء قدرات فريق العمل للتوعية لمكافحة كورونا ومواقهة كورونا في مديرية المسراخ وإن شاء الله في معنا حملات لمواقهة كورونا في مديرية المعافر صحتي في نظافتي حملة توعوية وأيضا نظافة في مديرية المسراخ التي تعاني وباء الكورونا هذه الحملة جزء ليتجزى من الحمليات الاحترازية لمكافحة وباء الكورونا في المسراخ نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز حملة أخرى ولكن في عدن حيث أطلقت منظمة تري تراكس حملة لأجل عدن وذلك لرفع الأضرار ومخلفات السيول والأتربة في مديرية المعال وعدد من المديريات بمدينة عدن وذلك بالتنسيق مع مكتب البلدية بالمديرية وبشركة مع مؤسسة الجنة من جانبه أوضح منسق المشروع محمد صلاح أن هذه الحملة تأتي كمساهمة مجتمعية انتجاها مدينة اليمال عدن لتعود لها نظافتها وجمالها وكذلك حماية لأهالي عدن من الأوبئة التي تركتها مخلفات السيول وعبرت رئيسة مؤسسة جنة ومشرفة الحملة هويدا صالح عن ارتياحها للتفاعل الرائع والتعاون مع حملة النظافة ورفع المخلفات التي تنفذها ثريتراكس وجناب بمشاركة السلطة المحلية والمواطنين مؤكدنا أن الحملة ستتواصل لإظهار المدينة بشكل أجمل وحماية لعدن وسكانها من أخطار الأوبئة من عدن كان آخر خبر في نشرتنا ولمن فاتت النشرة تذكير بأبرز العنوين هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة علماء اليمن لائحة الخمس باطلة شرعا ودستوريا وسعي لتجريف الهوية اليمنية موسيقى الجيش الوطني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بمديرية نهم الشرق صنعان موسيقى قوات الجيش بالضالع تصد هجومين حوثيين في باب غلق والفاخر وتكبدهم خسائر كبيرة موسيقى وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى